مجلس التنمية الاقتصادية لنجاح في جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل بروح فريق البحرين لتوفير المزيد من الفرص لأبناء الوطن وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والدفع بمسارات التنمية نحو المزيد من النجاحات التي تصب في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وقال سموه إن ما تحقق حتى اليوم من منجزات للوطن جاءت بفضل العمل الجماعي بروح الفريق الواحد فريق البحرين والتي هي محل تقدير واعتزاز من الجميع مؤكدا سموه أهمية مواصلة العمل بهذه الروح في المراحل المقبلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية التي يتم العمل عليها مشيرا سموه إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص وما تم إنجازه من مشاريع حيوية من خلال هذه الشراكة التي يجب أن تتعزز لمواصلة تحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء للوطن والمواطنين جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله اليوم بقصر الإقضائبية اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون شباب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل ومع الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وعضاء مجلس الإدارة لمجلس التنمية الاقتصادية وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية عن تهنئته للأعضاء الجدد في مجلس التنمية الاقتصادية بمناسبة إعادة تشكيل المجلس وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح كما شكر سموه الأعضاء السابقين على ما بذلوه من جهود طوال فترة عضويتهم في المجلس وقد تم خلال الاجتماع استعراض إنجازات مجلس التنمية الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2024 وسبل استقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في رفض مسار النمو الاقتصادي المنشود وخلال الاجتماع قامت سعدة السيدة نور بن تعليل إخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بإطلاع المجلس على الاستثمارات المباشرة التي نجح المجلس في استقطابها والتي بلغت قيمتها 399 مليون ومئتي ألف دينار بحريني أي مليار و 56 مليون دولار أمريكي حتى الشهر الحالي وجاءت من 62 مشروعا محليا ودوليا 40% منها مشاريع جديدة و 60% منها مشاريع توسع للأعمال كما استحوذ قطاع الصناعة على الحصة الأكبر من الاستثمارات المباشرة المتنوعة وتلاه قطاعي السياحة والخدمات المالية حيث ستساهم الاستثمارات المتراكمة في خلق أكثر من 5400 فرصة عمل في مملكة البحرين على مدى ثلاث سنوات كما تم خلال الاجتماع استعراض قصص النجاح في القطاعات ذات الأولوية حيث تم استقطاب مشاريع استثمارية من شركة تصنيع المواصلات الإلكترونية بيلي بوليماتيك وبنك سنجافورا الخليج والشركة الرقمية آري وأمن للرعاية الصحية وجامعة استرهثي كلايد فيما تم استعراض إنجازات مجلس التنمية الاقتصادية في التواصل مع المستثمرين الدوليين عبر الأسواق الرئيسية المستهدفة عبر الأسواق الرئيسية المستهدفة عبر الأسواق الرئيسية المستهدفة